ده شغلني جداً لأنه دايماً نقعد أقول أمآن الأوان للناس أنها تعرف اللي شافوه قدامهم خلال السنين اللي فاتوا كان إيه اللي بيدور في كواليسه علشان حالة الشك والتشكك اللي بتذهب وبتأتي على حسب كده الظروف فمهم من الناس تبقى عارفة أنه كان فيه كواليس شديدة القسوة أقصى بمراحل من اللي شافوه على خشبة مصرح الأحداث في الواقع يعني هقولك تعبير كده بيقوله الجماعة السياسيين والأمنين هو يقولك فيه حاجة اسمها مين شو سايد شو صح إحنا طول الوقت عنا مع السايد شو للأسف لأنه هو السايد شو ده بيبقى شغلته كده حاجة مبهرجة وبتاع لكن هو ده شغلانة جانبية خالص ده هو معمول عشان يختف عينك في حين أن الموضوع الأصلي الهدف الرئيسي للحكاية أنت مش شايفه خالص وهو بيحصل فعز الحدث مهما حلفتلك على ده مش هتفدقني يعني لا يمكن أنت هتقبل ده مني لكن بعد الحدث ما يخلص ونتيجه تبان بيبقى قدرتك على تلقي المعلومة دي أسهل لأن أنا بكلمك عن شيء أنت شايفه بقى على الأرض خلاص أنا مش بحكي لك وجهة نظري أنا بقولك أهو حصل زائد أنه فيه كمان في الكواليس أنت عارف اللي حصل تاب وإن اللي ما حصلش يعني اللي كان مخطط له أنه يحصل وأجهد ما ده أنت متعرفش عنه حاجة خالص وده جزء كبير من مسلسلنا أنا مش بكلمك عن حدث حصل لا أنا بحكي لك إيه كان مخطط له أنه يحصل والحمد لله عرفنا أنه أجهده وأجهدناه إزاي حلو جدا والمسلسل ده هيتكتب بقى من ملفات المخابرات العامة المصرية مقدرش أقول كده لأنه هو هو مش بالزبط كده لكن هو مستوحى من قضية حقيقة قصة حقيقية حصلت بالفعل حدث بالفعل وأبطالها عايشين على قيد الحياة يعني أصدر للناس اللي تحب جدا أنت شوف كده من أيام كنا نتفرج على جمعة الشوان من ملفات المخابرات العامة المصرية فبشعر أولا بشيء كده إيه من الفخر والنشوة وفي نفس الوقت أبقى عارف أن أنا هشوف كم تفاصيل عمرها ما كانت تيجي على بال مواطن عادي أنه يشوف كل ده بيحصل يا خبر أبيض والحاجات دي كان بتحصل عندنا في مصر والناس دي كان بتسافر مش عادة في لندن يعملوا إيه وأبرس يحصل إيه